أمس ذكرة 13-20 واليوم ذاكرة 17-20 ذكرة 13-20 محطة سنوية منذ 31 عاما يستذكر فيها اللبنانيون شهداء الجيش اللبناني وشهداء المدنيين وجميع الذين أصيبوا وضحوا من أجل بقاء لبنان غير أن أهم في ذكرة 13-20 أنها لم تكن يوما مناسبة للبكاء على الأطلال بل محطة لتجديد النضال وأنها لم تكن أبدا من الصالي شتيمة بل لقول الحقيقة الكاملة مهما جرحت أما ذاكرة 17-20 فتختزن عند اللبنانيين لحظات كان ملؤها الأمل مقابل أيام وأشهر حولها المتسلقون من أنصار المنظومة ثقيلة ملؤها الفشل فالثورة كثورة ستبقى ضرورة أما الثورة كشتيمة فستبقى مرفوضة وإذا كانت الثورة الإيجابية والبناء مطلوبة فالثورة الهدامة مؤذية والثورة التي لا تطرح بديلا واضحا ولا تفرز قيادة أو قيادات مدمرة والنتيجة خير دليل فبماذا تكون الثورة نفعت إذا كان معظم اللبنانيين اليوم يترحمون على المرحلة التي سبقتها مهما كانت سيئاتها؟ سؤال يستحق التفكير ولا سيما لناحية الفرص الضائعة وأولها عدم الاستجابة لنداء رئيس الجمهورية في أول أيام الانتفاضة أو الحراك لأن وضع اليد في يده في تلك المرحلة كان يمكن أن يحقق الكثير في كل الأحوال بين الذكرى والذاكرة محطات كثيرة وعبر كثيفة أما المطلوب اليوم فالتطلع إلى المستقبل والاتعاذ من دروس الماضي القريب قبل البعيد ترجمة نانسي قنقر